عذابات نزوح يتجرعها العراقي وحده في بلاده المكتظة بالمآسي عذابات يصبر عليها العاشق لبلاده لا تثنيه الظروف ولو كانت قاسية كبيرة على جسد وقلب طفل صغير فهنا العراق تكتب فيه قصص البطولات وعشقه يسري في الشريان طفلة عراقية عاشت أربع سنوات في مخيم الهول السوري ونقلت هي وعائلتها إلى العراق وخضعت للتأهيل مدة ثلاثة أشهر من حالة نفسية رسالة طفلة رسمت معنى الغير على الوطن وجسدت جرأة ووعي المرأة العراقية الأم المربية الصابرة المخرجة للأجيال والمنجبة للأبطال والأمال والأحلام المؤجلة تدق القصة أبواب المسؤولين اليوم برسالة تقول لهم إن واجب الدولة أن تحمي رسالة الأجيال وترسم عهدا جديدا لأبناء الرافدين مهر شكرا